جدلون صاخب تعيش على وقعه منصة التواصل الاشمعية في بريطانيا جدلون فجره قيام شبكة بي بي سي بإقالة مقدم البرنامج الشهير The Much of the Day أسطورة كرة القدم الإنجليزية اللاعب الدولي السابق غاري لينيكر إقالة جاءت بعد تغريدة لينيكر هاجم فيها بشدة سياسة الهجرة واللجوء الحكومية واعتبرها سياسة قاسية تسادف الضعافة ولا تختلف عن الأساليب النازية رواد منصات التواصل البريطانية هاجم بعنف رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك ومدير شبكة بي بي سي البريطانية تيم ديفي متهمين الأخير بالانصيع لضغوط الأول توقف المقدم الشهير في حد ذاته تحول إلى أزمة لشبكة الإعلامية بعد تضامن معلقه ومحلله مع لينيكر ورفضهم الحضور وتقديم البرنامج ما جلب على المدير العام القناة ضغطا شعبيا رهيبا اضطر معه للاعتدار من دافع الضرائب لكنه رفض مطالب المعارضة بالاستقالة نافيا أن يكون قد تعرض لضغط حكومية مضيفا أنه يفعل كل ما بوسعه لإعادة غاري لينيكر إلى البرنامج بينما أصرت المعارضة وخاصة حزب العمال الذي دخل على خط الأزمة متهما إياه بمحابات الحكومة ورئيس هاري شي سوناك أصر على مطلب استقالته المعالق الرياضي واللاعب الدولي السابق ونجم المنتخب الإنجليزي غاري لينيكر وهدف كأس العالم للعام 86-900 ألف رفض بشدة التراجع عن تغريدته المنتقدة لسياسة الهجرة واللجوء الحكومية بينما وجد رئيس الوزراء ريشي سوناك نفسه في موقف حرج وحاول التهرب من أي مسؤولية له عن توقيف لينيكر مدعيا في بيان له أن الخلافة داخلي ويخص بيبيسي فقط إلا أن الهجوم الذي شنته وزيرته في الداخلية سويلا برافارمان كما وزيرته في الثقافة لوسيف رايزر على لينيكر جعل الحكومة في مرمى الغاضبين من متابع وعنصار لينيكر على منصات التواصل الإشماعية كما من طرف المعارضة البريطانية ما يجعل الأزمة تتخذ أبعادا لا تعرف حدودها ترجمة نانسي قنقر